اشتركوا في القناة واحدة واحدة وإحنا مع بعض في حلقاتنا نوصل للرحمة في أسرتنا تراحم بين أفراد الأسرة الأب والأم والأبناء وبمناسبة الرحمة الحقيقة شفنا كلنا إزاي ممكن الشهرة تخلي أب وأم يفزعوا بنتهم يوصلوها لمرحلة أن البنت تدخل في حالة من البكاء الشديد والأب بيتحك بيصور وبيتحك بتفرج على بنته وهي منهارة وخايفة لأن الأم بمنتهى البساطة غيرت في شكلها وعملت شكل يخوف وبتقرب من البنت البنت خايفة مش عارفة دي من طفلة بيه بيس وغننة وده كان أحد اليوتيوبرز الحقيقة المجلس القومي المرأة مشكورا رفع دعوة وبيتم التحقيق معاهم أنا مش بدخل في نواياهم هم في الآخر دول أب وأم لكن أكيد أكيد هم خدوا الدرس وتعلموا وعرفوا كويس قوي أن ولا الفلوس ولا الشهرة تساوي حاجة جنب اطمئنان ولادنا ونفسيتهم وسلامة نفسيتهم وسبحان الله في ناس بتجري ازاي على الشهرة وتعمل أي حاجة في سبيل الشهرة وناس تامية ممكن تتراب من الشهرة وتسميها فضيحة لما نسمع عن أب أو أم ولادهم اتعرضوا للتحرش وبدل ما يبلغوا ويقوموا الدنيا وما يقعدوا هاش والمتحرش ده يعني يتم معاه كل أنواع التحقيقات والإجراءات القانونية ويكون درس وعزة وعبرة لمن لا يتطعز لا يخافوا وينكمش ويداروا على الموضوع وما يبلغوش عن المتحرش ويقولوا لا لا احنا مش عايزين فضايح احنا مش عايزين شوشرة خلاص اللي حصل حصل حنسكت حنعمل ايه لا خلينا خلينا كده ايه فحالنا ومستورين لا على فكرة دورنا دوركو دور كل حد فينا لقدر الله وربنا يسلم ولادنا يا رب اللي يتعرض لحاجة زي كده المتحرش ده ما يفعش يبقى طاليق ومنطلق في وسط أطفال كتير جدا وإحنا سايبينه وعارفين منين هو وسكتين واصلحنا خايفين لنتفضح هلاقيتنا النهاردة الحقيقة فيها تلات محاور أساسيين نحور الأول إزاي نحمي ولادنا من التحرش وزي ما بقول وبأكد دايما في كل حاجة خاصة بتربية ولادنا احنا بنعمل علينا بناخد بالأسباب لكن في النهاية السطر من عند ربنا وزي يعني ما بنقول دايما يا رب احفظ ولادنا نقطة تانية هتكون إزاي لا قدر الله لو حصل حاجة زي كده أعرف ما هو ابني أو بنتي ممكن من الإحراج من الخوف من الكسوف من أي حاجة ما يقول ليش معرفش أب أنا عايشة كده في دنيا وابني بيعيش ألم أو بنتي بيعيشه ألم لا يحتمل والنقطة التالتة صرف إزاي لو لا قدر الله حصل عشان أرجع تاني ابني أو بنتي بنفسية سليمة مش هيزين بقى زي النعامة اللي بتدفن راسها في الأرض وفي التراب وتقول لا 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 أنا ما يحصليش الكلام ده أنا ولادي من ربيهم أحسن تربية أنا مش هيحصل بنا الكلام ده ده مستحيل ما فيش حاجة اسمها مستحيل وفيه إن احنا ناخد بالأسباب ونتهي ربنا إنه يحفظ لنا ولادنا حلقتنا النهار ده حلقة مهمة جدا جدا وهيكون فيها تفاصيل كتير مع أستاذة إيمان عباس أخصائي نفسي أطفال ومعلم تربية إيجابية اللي أكيد هتشرفني وتنورني بس بارد الفصو